لماذا يجذب النظام الإيطالي الجديد للضريبة المقطوعة أثرياء روسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط؟ سوف أوضح لكم لماذا سوف يجذب النظام الإيطالي الجديد للضريبة المقطوعة أثرياء روسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط للانتقال إلى إيطاليا وسوف أوضح لكم لماذا ستحل الضريبة المقطوعة الجديدة محل الضرائب في البرتغال ومالطا وقبرص وإيرلندا ولماذا تعتبر سويسرا هي المنافسة الرئيسية لإيطاليا مع 5600 من الأثرياء الذين يعيشون في سويسرا ويعتمدون على النظام الضريبي السويسري اسمي أنزو كابوتو من سويس بانكينج دويارس نظام الضرائب الإيطالية منافس جدا وقد تم حسابه بالضبط مع 100 ألف يورو سنويا كضريبة مقطوعة وهو منافس جدا مقارنة مع البلدان الأخرى التي تقدم فوائد مماثلة وسوف يحل محل جميع الضرائب الأجنبية وضريبة أرباح رأس المال وسيتم إقناع العديد من المقيمين في المملكة المتحدة للانتقال إلى إيطاليا بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وبعد تردي أوضاع الأشخاص الذين ليس لهم مكان إقامة في المملكة المتحدة يمكن للمقيمين الإيطاليين الجدد الاستمرار في الحفاظ على فوائدهم والتأكد من أن دخلهم الأجنبي وضريبة أرباح رأس المال تم استبدالها بالضريبة الإيطالية المقطوعة إنها بالفعل حقيقة أن الأثرياء الروس لديهم حسابات مصرفية سويسرية سرية وعلى الرغم من الضغوطات التي تمارسها الحكومة الروسية للكشف عن الحسابات السرية وتبادل المعلومات التلقائي إلا أن معظم العملاء الروس يمتلكون حسابات في البنوك السويسرية ويترددون في الكشف عن أصولهم المصرفية في سويسرا لحكومتهم وقد انتقل العديد من العملاء الروس الأثرياء الذين يمتلكون حسابات في البنوك السويسرية بالفعل إلى سويسرا مستفيدين من نظام الضرائب الرائع الذي يقدم في سويسرا منذ 152 عاما ولكن ليس كل الروس قادرون على الانتقال إلى سويسرا والإعلان عن ثرواتهم التي لا تقل عن 20 مليون دولار أمريكي ومع ذلك يعيش 5600 من السكان الجدد الأغنياء جدا في سويسرا ولكن البديل الآن هو إيطاليا حيث يمكن للروس الذين ينتقلون إلى إيطاليا الإعلان عن حساباتهم المصرفية السويسرية والإفصاح عنها وإطفاء الصبغة القانونية عليها في وقت واحد مع نظام الإيطالي الجديد للضريبة المقطوعة وفقا لقانون الضرائب الإيطالية يمكن أن تبقى الأصول في الخارج أو في سويسرا إذا تم الكشف عنها بشكل صحيح من خلال وكالة الدخل للإيطالية فأنا أعرف على وجه اليقين أن تبادل المعلومات التلقائي هو كابوس لجميع الروس الذين يمتلكون حسابات مصرفية السويسرية والآن أصدقاؤنا الروس لديهم الفرصة لإضفاء الشرعية على أصولهم من خلال خطوة واحدة وهي الانتقال إلى إيطاليا وبالمقارنة مع النظام الضريبي السويسري الذي يجعل أي أنشطة تجارية مستحيلة يمكن للمقيمين الجدد في إيطاليا مواصلة أنشطتهم التجارية خارج إيطاليا ويمكنهم ضم وأفراد الأسرة معهم بدفع مبلغ 25 ألف يورو لكل عضو يجب على المرشحين المؤهلين البقاء 183 يوما على الأقل سنويا في إيطاليا ويغطي الحكم الضريبي فترة 15 عاما وبالنسبة للمرشحين المؤهلين من الشرق الأوسط فهذه هي الفرصة لدخول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من معاهدات شينجين سوف تكون وكالة الدخل الإيطالية سعيدة إذا تم جذب ما لا يقل عن ألف مرشح رأيي هو أن أكثر الأثرياء جداً سوف ينتقلون إلى إيطاليا حيث يقدم سوق العقارات في إيطاليا الفيلالة التاريخية مقابل دفع بعض الأموال القليلة والتقس اللطيف ونوعية الغذاء الممتازة هي من العوامل التي تجعل النظام الإيطالي للضريبة المقطوعة كسة نجاح تتجاوز مجرد هدف الحصول على ألف من المتقدمين الناجحين مع استبدال أنظمة الضرائب المتواجدة في أيرلندا ومالطا والبرتغال وقبرص وقبرص إذا كنت ترغب في الانتقال إلى إيطاليا والاستفادة من نظام الضريبة المقطوعة الجديد عليك استخدام هاتفك الآن والاتصال بي على الرقم 0041442124404 وسوف أوجهك من خلال مخطط الضرائب الجديد لكي أضمن لك الحصول على برنامج ضريبي متناسب مع وكالة الدخل الإيطالية كن ثرياً وستبقى ثرياً أتمنى لك يوماً سعيداً اشتركوا في القناة